تواصل دولة الكويت تقديم مساعداتها الإنسانية للأشقاء في مختلف أنحاء العالم حيث قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع مئات الطرود الغذائية على الأسر الفلسطينية في قطاع غزة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها هذه الأسر وسط ما تعانيه مئات الأسر الفلسطينية من ظروف اقتصادية صعبة دائبة جمعية الهلال الأحمر الكويتية بأن تدخل الفرحة في أيام عيد الفطر السعيد على تلك الأسر التي أنهكها وجع الحاجة بتوزيع مئات الطرود الغذائية بتنفيذ الهلال الأحمر الفلسطينية طبعا هذه المساعدة كما عودتنا دولة الكويت هي بلسم للشعب الفلسطيني تقوم بتقديم المساعدات في الأوضاع الاستثنائية والصعبة هذه ليست المرة الأولى التي تقوم الدولة بإرسال المساعدات لشعبنا في قطاع غزة نحن نشكر الشعب الكويتي والهلال الأحمر الكويتي والحكومة الكويتية على هذه اللمسة فهنا دموع الحاجة ليلى كانت أبلغ من كل الحديث لوصف أحوال آلاف الأسر المتعففة والتي عبرت عن مدى سعادتها وشكرها الكبير لأياد الكويت البيضاء التي عملت من أجل تخفيف الأعباء عن أرباب الأسر الفلسطينية والله هي بتساعد يعني إحنا ناس معوذين يعني وعيشين على الشؤون الاجتماعية يعني فهذه بتساعدنا يعني لمشي أمور حياتنا اليومية يعني ولكن هذه المعونات اللي بتجينا من دول الشقيقة العربية يعني كدولة زي دولة الكويت بتساعدنا الناس تمر أو تعدي الوقت الصعب اللي بتعيش فيه من جهة الحصار اللي بحصلنا في العدو الصهيون نشكر دولة الكويت على دعم إلنا وإنا ما بتنسناش ودائما إحنا على بالها وكل عام هم بخير وهم طيبين وحسب تقارير وكالة غوثوة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فنحو 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية فيما ارتفع مستوى البطالة العامة إلى نحو 50% وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد على مليوني إنسان منذ أكثر من 12 عاما جمعية الهلال الأحمر الكويتي تأبى بأن تصل لأكبر شريحة ممكنة من الأسر الفقيرة المتعففة هنا في قطاع غزة من أجل تقديم كل الدعم والعطاء والعون لهم سعاد الإمام تلفزيون دولة الكويت غزة فلسطين